حدث في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك في الثاني هجرية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين إلى بدر وإذا بقريش قد سبقوهم إليها وقد نزلوا بالعدوة القصوى من المدينة وهو الجانب الجنوبي من بدر فنزل النبي وأصحابه بالعدوة الدنيا من المدينة وهو الجانب الشمالي من بدر استعداداً للموقعة الحاسمة بين الطرفين في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك سنة 385 هجرية الفاطميون ينادون في القاهرة لكل من كان من أهل السلاح أن يخرجه ليأخذ الرزق الكثير وذلك لحجد العساكل لحراسة النواحي البعيدة من الشام بعد أن تفاقم تهديد الروم البيزنطيين للبلاد الشامية في السادس عشر من رمضان 394 هجرية قام الخليفة الفاطم الحاكم بأمر بعزل القاضي الحسين بن النعمان بعد أن تذايق من علو نفوذه واستكباره وولي مكانه في القضاء عبد العزيز بن النعمان الذي نزل في موكب عظيم إلى الجامع عمر بن العاص حدث في مثل هذا اليوم من رمضان المبارك قام المسلمون في كشمير بالصيام لأول مرة وذلك بعد أن زحف القائد محمود بن سبكتين الغزنوي إلى تلك البداد لفتحها